السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله وحاجة وحشة يا رب العالمين احنا وانت وامة محمد ويرزقك ويرزقنا من حيث لا نحتسب ويريد بقى اللي عنده اي تفسير او اي حلمة او اي رؤية اكتبلي في التعليقات على صفحتي على الفيسبوك او على الوتيوب وان شاء الله انا اكون معاكم وارد عليكم وما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس واللي ما اشتركش اشترك في القناة وفعل القناة النهاردة معنا رؤية السلم في المنام رؤية السلم يا حبيبي من الرؤى المستحبة رؤية ان انت تشوف ان انت طالع السلم والسلم طويل ده دلل على طولة العمر وطلوعك للسلم طلوع للحظ والنجاح اما لو شفت ان انت طالع السلم وفي درج او درجة مخلوعة او درجة مكسورة او ده دلل على ان في حاجات عندك فهتبقى فيها عطلة او اي حاجة انت مستنيها لسه معادها مجاش لان السلم مش كامل اما طلعك السلم وطلعك السلم بسرعة والسلم كامل اعرف ان رؤية دي مباشرة لك بالخير ان انت في حاجة هتخلصها بسرعة ومشروع هيقدلك بسرعة لو طالب وشف نفسه ان هو طالع السلم وطالع بالسهولة باذن الله نجاحك بالسهولة وهتجيب مجموع ومجموع حلو جدا طب لو لاقدر الله شفت درجة مخلوعة من السلم وانت شايفها بعينك لقدر الله ده اعرف على طول ده ان في مادة انت هتشيلها او مش هتعدي فيها تمام اما بالنسبة للست المتزوجة لو شفت نفسها انها طالع السلم والسلم عالي وطلعها بسهولة وطلعها بسرعة استقرار في حياتك الزوجية وان انت مستكرة في الحياة وان انت يعني عندك نظام في حياتك ومشي بالنظام في حياتك مشي بالسهولة ومشي بتيسير الأمور وليك يعني فيه تيسير أمور لك كتير في حياتك الزوجية اما بالنسبة ان انت لو شفت السلم وسخ او مش نديف او مطرب او مخلوع منه او فيه خلع درج او مكسور او فيه كسر او فيه شرخ اعرفي لقدر الله عندك بتمر بمشاكل نفسية او مشاكل زوجية او لقدر الله هيحصل انفصال لان السلمة مكسورة او الدرجة مكسورة او مشروخة فده دلل يعني بربنا بيورك ان دي فيه حاجة مش كويسة او يعني فيه مشاكل هتمر بيها او حاجات زي كده وربنا يا رب ما يكتبها عليكم ابدا والله اعلى واعلم اما لو شفت ان انت طلع بسهولة والسلم كويس وطويل وطلع كويس ورخام والسلم جميل عشت الجميلة واستكرار وجزك بحبك وربنا ميسر لك امورك في كل حاجة تمام اما بالنسبة للبنت العزباء لو شافت نفسها طلع السلم وطلع كويس ان شاء الله وها مخطوبة ده جوازها قريب او خطوبة قريبة لها طيب لو شفت ان انت مش قادرة تطلع السلم او طلعت درجتين ووقفتي بتمر بمشاكل عاطفية او بتمر بمشاكل نفسية او عندك مشكلة مش قادرة تكملي طلعك للسلم مش قادرة تكملي فيها او ان انت لو لقدر الله مخطوبة ومش هتكملي في الخطوبة لانك انت وقفتي والله اعلى واعلم تمام يا جماعة اما السلم ان انت تقعي من عليه او ان انت تنزلي من عليه وقع وتوقع عليه اعرفي على طول ان انت هتقعي في مشكلة او لقدر الله وتعب حاجة وحشة والله اعلى واعلم اما بالنسبة بقى يا جماعة اللي شوف ان هو طلع السلم او شاف السلم وهو لسه متلاحة دلل دلل على سفر لو حد مقدم على سفر وشاف السلم او قدامه درج السلم هو شايف واقف اعرف ان السفر ده هيقضالك ربنا هيصلك الامر فيه لان السلم دلل على السفر دلل على تيسير الامور لك ان انت عايز تسافر هتسافر باذن الله اما بقى بالنسبة للسلم الخشب رؤية السلم الخشب رؤية غير محمودة ابطال الشيء نهائي من شفت ان انت طلع السلم الخشب اعرف ان وانت فيه مصلحة تعملها ان الشيء ده هيبطل بطلان الشيء حتى لو هي شايفها ان هي لو بنت مخطوبة وشافت انها تطلع السلم الخشب الجوازة مش هتتم لان السلم الخشب دلل على ابطال اي شيء ابطال صفر دلل على يعني فشكلة خطوبة او زواج ابطال اي شيء رؤية السلم الخشب رؤيته غير محمودة يا جماعة بالمرة اما ان السلم كله شايفها قدامك وكله جميل وكل حتى اعرف ان ده بشرة خير ليك تمام سواء بقى للستر المتزوجة او البنت المخطوبة او للطالب او للرجل فده السلم مزبوط قدامك ودرجه مزبوطة وانت طلع كويس تيسير املك وحاجة هتقدلك وهتقدى بسرعة والله اعلى واعلم ياريت ما تنسناش بالليك والشرفة على الجرس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة